أين نحن الآن؟ 43 يوم أين نحن الآن؟ الجيش الإسرائيلي حضرتك احنا تكلمنا أن الجيش الإسرائيلي استطاع أنه هو يفصل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة عن باقي قطاع الوسط والجنوب من هذه المنطقة تحديدا استطاع الجيش الإسرائيلي اللقاء السابق حضرتك احنا تكلمنا على فشل الجيش الإسرائيلي على الاستلاء على منطقة الشاطئ بالكامل خلال الأسبوع الماضي خلال هذا الأسبوع نجح الجيش الإسرائيلي في أنه هو يمتد بقواته من منطقة بيت لهيا من الشمال من حدود منطقة زكيم في أقصى شمال القطاع وصولا إلى المنطقة جنوب مدينة غزة أو شمال وادي غزة واستطاع أن يصل الساحل بالكامل الآن أصبح تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي سواء بالمدرعات أو بالعربات القتال أو من خلال الدوريات الراجلة على منطقة الشاطئ نفذ الجيش الإسرائيلي عملية في هذه المنطقة بالمشاركة ما بين الوحدة العسكرية شايت اللي هي المجموعة 13 أو الأسطور البحري رقم 13 هي وحدة العمليات الخاصة البحرية هم اللي نفذوا عملية الهجوم على ما يسمى فلسطينيا ميناء غزة لكن هو في الحقيقة ما فيش ميناء أو الحاجة نسميها مرسى غزة يعني لما نيجي نوصفه هو ليس ميناء لأنه ما فيش فيه وسائل تداول الشحن أو دخول ولكن هو في النهاية هو مرسى مرسى للصيادين والشرطة البحرية الفلسطينية ولكن من خلال المعلومات المتدولة عن هذا الموضوع استخدم هذا المكان لتدريب ما يسمى الضفاضع البشرية الفلسطينية اللي نجحت في أن هي تنفذ هجمات يوم سبعة وبعد يوم سبعة بمراحل آخر أسبوعين يعني أسبوعين بعد يوم سبعة استطاعوا تنفيذ أربع عمليات نجاحة على المنطقة يعني شمال القطاع في منطقة زكيم وألحقوا خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي هل نجح فيه أنه هو خلاص يؤمن مخيم الشاطئ لأن دي كانت منطقة صعبة؟ هو أمن مخيم الشاطئ زي ما ساتك ذكرت وأحب هنا أن أنا أشير أن المخيمات الرئيسية في قطاع غزة هم ست مخيمات رئيسية منهم أربعة في المنطقة الشمالية جباليا الشاطئ جباليا الشاطئ وكمان بيت حنون في مخيمات المخيمات الستة فيه اتنين بس اللي في الجنوب اللي هو مخيم رفح ومخيم دير خان يونس آسف ثم الباقي كله في منطقة الشمال إنه صائرات موجود بقى دف في دير البلح ولكن كل المخيمات الرئيسية المركز فيها الكسافة الكبيرة جدا من السكان موجودة في منطقة الشمال